وديرك لويس طبعا عملها يعني زودها بطريقة منيحة شلحها الشورت طبعا احنا متعودين عليه انه يشلح الشورت ويضلوا بالكلسون هاي المرة شلح الكلسون وورجى الجمهور مؤخرته 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 شايف كيف المؤخرة والله لو اسبعين ما طلعت مني هاي وبعدين الكب اللي هي الواقي تبع العدة الاعضاء التناسلية واقي الاعضاء التناسلية زدتوا على الجمهور طلعوا من شورتو ورماع على الجمهور واحد مسكه واجه الجزلم اللي مسكه بالفايت بالبوست فايت طلب من بدينها وايتي وقاله يا مسائل وردو اللي اسمين عليكم يا شباب ويا صبايا انا طارق وهذا ايمن وبنحب الرحب فيكم بالحلقة ميتين وطناعش من هوش ام ام اي حلقة اليوم زي كل حلقاتنا برعاية ستارس بلاي ستارس بلاي افخم منصة فيديو ستريمينج في كل الشرق الاوسط افلاب ومسلسلات بالعربي والانجليزي وهم من كل هذا ستارس بلاي الرياضية اللي فيكم تحضروا فيها عليها السيري اا كورتر قدم الرقبي الكريكت وطبعا ارقام احداث اليو اف سي المرقمة وغير المرقمة بالكامل هلأ مع الترجمة العربية واتسا تعليق العربي تعليق العربي تعليق تعليق مش ترجمة بعتذل من حضرتك الحمد لله على السلامة الله يسلمك شفتك هيك انها نشت شوي بجاي تي يا اخي والله مش زوم ارف هيك حلو هيك حلو بس طلعت ملاحظة كل حدا كل حدا هيك بحكي بس يوعد جنبي في واحد كتب كومنت انا باتفك معه ايش حكا قال انا بفضل حلقاتكم اللي عزوهم لانكم بتتخانقوا مع بعض اكتر انت بتخاف مني زغراتي يا منحارفة الحمد لله على السلامة مش حس على كيف كانت رحلتك خلاص فش فش فصحة ارف مش بس هيك البلد عرمان اغلى من هون كعاتي غلم شو شو مشيها عصير مشيها ستروبري مشيها ستروبري على موضوع التعليق العربي اخر حدث انت طبعا حضرته بالتعليق الانجليزي طبعا حلو احنا عنا مشكلة كتير كبيرة بعرش المشكلة شو المشكلة انه انت على فريق التعليق لا غير هي في مشكلة اكبر من هيك المشكلة اكبر من هيك انه في حدا على فريق التعليق هلأ الجديد بيحضر هوشي ام ام اي اوكي الاخ جبريل جبريل فطبعا الاخ جبريل لانه حاضر حلقتنا احنا على التعليق العربي اللي طبعا عم بيروح للشرقى الاوسط وشمال افريقيا كلها اتشرشحنا جماعة هوشي حكو وجماعة هوشي قالو جماعة هوشي شافو ويحضروا هوشي هيك عم تمزع ببعث لولاك ولا من شاء الله ولاك يخرج بس ايش 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 حكا من الله عليك ايش حكا جبريل فضحنا ايش حكا ايش حكا كلام بحكا على التنبؤات اللي كانت احنا عنا على اخر حدث بس ما شرش احنا يعني لا لا بس يعني انه جبريل بلعب امامي جبريل بلعب كيك بوكسين درجة اولى جبريل هلا احنا لا جمهورنا حدث احنا لانه الاسبوع هذا كان عنا مشاكل في في السيتاب في الستوديو في بالزوم بالتشجير في الخزح بلعت هنغطي فيها اخر حدث اللي صار اللي هما بعد الحدث تبع ديرك لويس و رودريغو ناسي منتو و بنفس الوقت هنغطي فيه الحدث اللي جاي هذا الويكند اللي هو تبع ادسن باربوزا و ليوني صح حلو وين حابت تبلش ليرون اسمه ليرون سوري مش ليروني ليرون ها حابة بلش من الاسبوع الماضي حلو طبعا تشوفوا احنا في عنا حلقة ما قبل الحدث طبع ديرك لويس و ناسي منتو بس ايش صار مشكلة نزلت الحلقة على ستارس بلاي بس ما نزلت على يوتيوب فاذا حابين تحضروها وتشوفوا قديش تنبؤتنا كانت غلط انا وطارك كل جبناها غلط لاول مرة مش كله مش كله مش كله ومش كلي بالحلقة مبسوط حلق انا وطارك والله انا اياك متفقين اليوم يا ايما اه والله متفقين انه مفش غلنا تفقي يعني شو اسمع ايش هايش اللي صار في كان صدمات عديدة هلا مش كلهم غلط المين المين ايفنت جبناها صح المين ايفنت جبناها صح الحمد لله ايدي على قلبي انا بترك هوش لو اجت غلاط بلش بالمين إفنت بلش بالمين إفنت زي ما احنا كنا متوقعين استغرابت انا انه ديريك لويس بالعمادة دخل في الكلينش مع رودريو ونسمنتو حاول يسقطه مرة صار يعرف شو يعني تيك داون ديفنس صار يفهم شوي بالأوزان والبالنت تغلب لا ينزله يعني بس زي ما احنا كنا حكين رودريو ونسمنتو ما عندوش إلا هالالة الوحدة اللي بعزف عليها بس أنا كنت خايف لما دخل شفت الوكاوت رودريو ونسمنتو ما بعرف من الوكاوت بدك تحكم شوي بخور في الزلمة شوي بس اسمع فيه شغل لازم تنحكه أي والتي هي هذا ما كان حدث مرقم لا ولكن كان فيه فيب هيك إحساس شعور إنه حدث مرقم ليش لأنه فيه جمهور تانكي وبسينت لويس تانكي والهومتان طبع كتير من مقاتلين منهم كان واكين باكلي بالضلط هل منحكي بواكيم هل منحكي فيه وغير هيك هذا الدلالة إنه الأيبكس أنا مع الأيبكس بس كل مرة يعني مرة بالشهر أنا مش مع الأيبكس مرة بالشهرين لا لا أنا مش مع الأيبكس اسمع أنا براسي فيه كونتندر فيه أيبكس فيه فايت نايت وفيه حدث مرقم زيدلنا الفايت نايت مش الأيبكس وغيره الأيبكس لا ألغي الأيبكس ما فيك تلغي كل أسبوع ما فيك تعبي سيتس كراسي كل أسبوع ما فيك ما فيك مين قال ما فيك مان ما فيش كفاية مقاتلين فيه كفاية فيه كفاية محلات تروح عليها طبعا فيه كفاية 700 مقاتل أي من خد آخر الأيبكس مثلا مين بدوجي يحضرها هاي يعني 700 مقاتل فاهم عليك بس ما بدوجي يحضرهم يا طارق بعرف بدك بدك أسامي لتحط أنا مع الأيبكس هاي زي كونتندر بس يا أخي مرة بشهرين آه أوكي مرة بشهرين مقبولة بشيك بس إجا دينا وايت حكى بالبوست فايت ما بعد الحدث إنه نحنا عم نشتغل على استراتيجية حاليا لنطلع بعد عن الأيبكس أنا لما سمعت هيك كيفت حبا كيفت إذا دينا وايت حكى إشي تم عادة بالعادة إذا دخل مش بالماتش ميكينج آه بالمنظمة آه لا عادة أنا أنا أتفق معكم بساطة لما سمعتها حل منه الصراحة وديرك لويس طبعا عملها يعني زودها بطريقة منيحة شلح الشورت وعمل طب إحنا متعودين عليه إنه يشلح الشورت ويضلوا بالكلسون آه هينمر شلح الكلسون ورجى الجمهور مؤخرته 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 شايف كيف المؤخرة والله لو أسبوع ما طلعت مني هاي وبعدين الكب اللي هي الواقي تبع العدة الأعضاء التناسلية واقي الأعضاء التناسلية زدتوا على الجمهور طلعوا من الشورتو ورماعة جمور واحد مسكه واجه الجمهور اللي مسكه بالفايت بالبوست فايت طلب من بدينها وايت يوقع له إياها في أشياء غريبة عم تنطلب ديرك دوس يا أخي حباب شو بدي أقول له ما حد بحكي لك ها جمهور خيال أداؤه كان رائع تخيله خسر هاي كانت سئب يخسر هاي زبطت معهم مش زبطت معه شوف زي ما حكيت لك أنا آخر مرة هذا إفنت زبط معهم إفنت كله زبط الإفنت كان حلو الاسترايكس أبزورب تابعون ناسي منته كتير عالين أربعة إشي والاسترايكس ديفندت تابعونه يعني كان حينضرب أتليست مرة وإحنا عارفين إنه ديرك لويس ما بدوش أكتر من مرة وهذاك بينضرب كتير مزبوط ما هيقين الفايت هاي لا يخسر بينضرب هو وهو في التوب بزيشن على الأرض مزبوط عملينا لديرك لويس يفوت الانتصارات أكيد بش راح نشوفه يلعب على اللقب ولكن هيك فايت نايت ستحط أنت ديرك لويس وتجيب جمهور الناس بيجوا بيحضروا طيب ممتاز مبروك ديرك لويس أدريكو ناسي منته ما إلو أظن المستقبل خصوص من أول خسارة إلو اللي قبليها يا الله شوعة لك حتى انتصاراته بش حلوين آآ انتصاراته مملي ما عنده نجومية مميل حتى آخ انتصار خلص مميل مش مشكلة مش مشكلة موجود تحطه حارس بواب إشي للتوب مية طيب واكين باكلي ضد نور السلطان روزي بويف طبعا أنا وطارق يعني كل سهولة بقمة الكونفيدنس أنا وطارق أنا روزي بويف يمسح فيه الأرض لواكين باكلي وتطلع سجلات تطلع على التاريخ تبعهم تحكي نور السلطان مفروض يفوز طلع على الحجم واحد طوله 6-5 6-5 هذا مفروض هاوي ويت من إمتى واكين باكلي من إمتى واكين باكلي عنده تيك داونز هيك من إمتى ومن إمتى نور السلطان كتير بستصعب هالأدية يحمل تيك داون ديفانز من واكين أداؤه كان رهيب شوف كان كان حرس أول جولتين بالتالتة فلت لأنه بلش يستمتع بلش يستمتع بالتالتة فلت الواكاوت طبعه كان حلو كل شيء ما قبل النزال كان حلو وخلص النزال بطريقة يعني جدا مذهلة هاي رابعة على التوالي ممتاز صار منتصر على أوندري فياليو أليكس مورونو فيسنتي لوكي وهلأ نور السلطان ها فيسنتي لوكي كانت أكبر فايت إله بالتاريخ هلأ فينا نقول إحنا مية بالمية إنه نقلته من الميدلويت للولترويت نقلة موفقة مية بالمية امت خربها كل شيء ماشي صح ومسكها المايكروفون لا 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 سنة شوي سنة شوي أولا مسك المايكروفون زبط وأنا ستة مريضة وهاي إله وهذا وحمس الجمهور وكلهم ها 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 وأنا بدي كونر مقريغر ساكت ولا كلمة بش أنت حكيتها بالبري فايت أنت قلت هذا على المايكروفون حمار حمار ما بتعلم درسه يا زلمي يعني لأ بده يثبت أنه أنت بده يثبت لك أنه هو حمار سبع لك كونر على أهل كونر على أهل أهل كونر وعلى أنسابه يا زلمي وبدي كونر شو بتسوي شو أتفكر يا زلمي مين أنت بفكر حالك أنهم يعطوك كونر حتى سألوا دينا وقت ما بعد بتصاري يضحك دينا شو الهبل شو بيسير معاه إشي ممكن في واحد بس يمسك ميكروفون بنفصم بطر فيه أي نوع من يمكن يكون فيه مرضة جديدة إحنا مش عارفين فيه إنه أنت بس تمسك ميكروفون القناة اللي بترسل أظن أنت عندك يا شوي اللي بترسل أفكار بين المخ للفم المطق بيختفي بتبر على الأمعاء الغليظة واللي بطلع ككاه أنت عندك هذا مرض 100% اللي بطلع ككاه فيه الأفكار بتطلع من هون بتنزل على الأمعاء الغليظة وبعدين بتطلع من هون بس يكون مايك في إيدك غير هيك كل شي بتسلك عادي أنا بدي كونر وسبه هذا وجمهور سكت ما كيف ديوسكو؟ شو اللي سويته؟ ولك هاي اللحظة تبعتك لو حكم مثلا بدي جيلبرد بيرنز لو حكم بدي إين جاري لو حكم بدي إين جاري إين جاري أكتر واحد مكروح مش بس بفئة الولتر بيت باليو أف سي كلها ما حدا طيقه والكل بده يشوفه يعكل كتلة آه بس برضو جاري نجيميتو أكبر من واكين بس بس ها تمشي نجيمية مبنية على الكراهية مثل مين؟ كولبي بالظبط بس نادي أنت على أكبر نجم في تاريخ الرياضة عشانك فايز عبسنت لوكي وهلأ هذا نور السلطاني هو تانيين فايتلو باليو أف سي بالله أول فايتلو ثالث يا الله على الغباء يا الله على الغباء يا الله على الغباء غبي 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 وقد ما حس حاله غبي بعديها كامل مصر على تويتر كامل بده يانا شو كونر مقرب ولا عمره صانع فيك تتذكر لما قاعدت حركش بحمزات مين واكيم لا ما بتذكر اوه انت ناس الموضوع واحدة من الإيفنتات كانوا بأمريكا اه صح صح فالحبيب بتمشي بقول له خا احنا يا we have to fight we have to fight بابا 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 حمزات صار يضحك بعد أن ما مر عنه حمزات بيحكي لمدربة بقول له مين هذا مين بعرفهوش وما كانش عم بحكيها أنه استهزاء فيه فعليا هم ما بعرف مين هو لا لا بيعرف مين هو واكيم باكلي أنا متأكد بجوز واحد من خمسة من جمهورنا بيعرف مين هو واكيم باكلي هاي اللي عمله واكيم باكلي بتنحط تحت رايت كيف تضيع فرصة ذهبية ومشكلة هل لازم علموها بالجمعات لما تعمل أنت كول اوت على المايكروفون بعد النزال بسمعوا لو كان شي منطقي بسمعوا يعني طلعوا على هذا وودسون وودسون فاز مع أنه ما ضد شو اسمه أليكس كسيرس كسيرس هاي أنا جبتها صح كمان احنا جبناها صح جبناها صح احنا قلنا وودسون وودسون فاز على كسيرس بشك فيها بعد وي بس نحكي فيها بعد الحمد لله أجرى طلب واحد برايس ميتشل معقولة أجرى خلال ترتواني برايس ميتشل حكا معقولة مش سهلة حلوة فيها ودرجة واحدة لفوق ودرجة لفوق لو درجة لفوق أوكي ودرجتين ودرجتين ها تلاتة مش سبعين ألف تعالوا أعطوني أكبر نجم في تاريخ الرياضة تلاتة سنين عم بستنى مش راضي يلعب مع حدا بده يجيك انت يا زمالك انت مش راضي ماكي تلعب مع حدا صلو ملطوع سنتين زي المطلقة غبي 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 محمار 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 هذا محمار سوري بكرا يجع دبي يسلم عليك ويشوفك ححكي له ماكي تلاتي كانت محطة بالانجليز حفهمه إياها طيب أنا بكون بالسيارة طيب مبروك واكين بكلي بس هلأ تعرف شمين حياته؟ تعرف مين حياته؟ هلأ؟ تعرفوا المشكلة؟ ها تعرفوا المشكلة؟ في هلأ هم بطرتشوا حكي انه عرضوا عليه غاري ايمته بالكار تبع ورفض مين هو؟ واكين بكلي لا 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 بالله العظيم أنا هيك هيك على الونلاين ما بعرف هيك هم بحكوا هلأ انه انعرضت عليه بالإيفنت تبع كونر شاندلر ورفض بعد شهر اه رفض رفض حشرين عبه عن له السلطان؟ لا 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 رفض هلأ بعد الفايت هذا بعد الفايت؟ ده الله حط في رأسه انه بدي كونر او مهما انجن هذا ما يعطوه ايين غاري اوه اتمنى ان لا يكون هذا الحكي صادق او صحيح كله اونلاين عم بيحكوا فيه بكل البودكاست اتمنى ان تكون اشاعات مش اشاعات ما اقصد اشاعات عشان تميك سنس اول اسم دخل عطول غاري ميك سنس تعرف مين هيعطوه؟ مين؟ وحيحشمه؟ شون بريدي؟ بريدي بيبيهدلو لواكي بريدي عشان بريدي ما عنده اسم كبير ولا اشي من نجومية غاري سواء حبا او كرحا صحيح وراح يتشرشح منه صحيح this is true طيب خلصت هاي كارلوس أولبرغ فاز على ألونزو مني فيلد بـ 12 ثانية وهاي جبناها صح والله جبناها اكتب من واحدة صح كان فيه كم واحدة هيك في صباح طبعا كارلوس أولبرغ هذا اجا وقته هلا تعطوه حدا بالتوب 10 خلص انت هنا ما في حكي اكتب من هيك اجا ألونزو مني فيلد حكي بدي اخربها اول ما ولع درب الجرس اجا ألونزو يلا بلش يلولح مان طبع شو كي او بـ 12 ثانية مان لمس واخد performance of the night مان لمس مان لمس وهذا هو هلا زي ما حكيت لك اخر مرة للناس اللي ما يمكن ما حضوره راشة على الستارس بلاي اليوم انت عم تحكي كارلوس أولبرغ هو خريج سيتي كيك بوكسين فريق يوجين بيرمن 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 اللي هو المدرب تبع كونر تبع سوري تبع ايزي ادسانيا واليكزاندر فولكنوفسكي و مين كمان مين عنده كمان في الفريق دان هوكر دان هوكر صح بلود دايمون كتار شلوح بس ما عنده ابطال راح بن عنده كذا بطل لا عندهش حدا فاستثماره هلأ يوجين بيرمن هو كارلوس أولبرغ الفوكس تبع الفريق كله كارلوس انه تعال كيف بدنا نخلي هلأ هذا يصير بطل تعرف هادا الاشي اللي بعجبني بس مشكلته مش صغير على الفئة اوكي 33 سنة بس على الفئة اوكي ايما لايت هافي ويت اوكي مش مشكلة مش عم نحكي احنا بالفيدر ويت شوف لما تطلع على الميدر ويت فما فوق مشكلة 33-35 بتقلب كتير انت عارف صار عنده 6 فايتات بالUFC هلأ طارق كلهم انت صارت لا خسر كندي انجوكوي اوه 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 انسجوكوي انسجوكوي بس غير هيك ما عندهش ولا خسارة 7 واحد صار سجله 7 كي اوز واحدة اخضاع ام تعطي هلأ صاري واتنين عنده سجل ام تعطي هلأ كارلوس اه وراح ما راح تحب جوابي بين لا ما تقولها لا ما تقولها ما تقولها بيبدو بالألف لا ما انحرام عليك اه بصيب بتكون نجومية كبيرة حارس عمارة ممتاز حكينا في اخر حلقة بستاهل يكون حارس جدار عن مين عم تحكي انتني سميث انتني سميث اوكي خايف تحكي ازمات لا 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 دكتور نجمين لحالهم اعطي انتني سميث انتني سميث لا مين قالك بحجبني شهر حالكي ما بار بحجبني مية بالمية و بنحكي فيها لوقتها انا بدي حدا قاعده لانتني سميث لانه هلأ صدق حاله هو بطلع له سوري بعد اخر اداء بطلع له سوري ولي قبليه ولي قبليه ولي قبليه حطه مع انتني سميث حطه مع انتني سميث ابني اسمه على ظهر انتني سميث بارده بارده من ناحية انه يعني كتير هاي بتحسها انه هي حركة لا انسانية لا 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 لانه حيدمع لا 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 ما حتكون زي هاي ما حتكون زي هاي بس حيدمع حياكم ضرب او ظن كتير ناس بستقلوا بالقرابلنج تبع انتني سميث لا لا للوزن للفئة للفئة كتير صعب تكون انت قرابلر نيح بهيك وزن بهيك تقول بهيك كتير صعب كتير شراطر انت سميث الله يسهل عليك يا غلوفر تشير راحوا الطيبين اخي والله يعني منك بالهاي الفئة اكتر بطل حبيته صح ما طول اه اقول لك شراطر بهاي الفئة اكتر بقاتل بحبه اه اه اظن كل حدا هيك بدون اي شك اه اكتر من جونز بخمسين الف مرة اه لا انا جونز وسخ طيب هالونزو منيفيلد هارد لك تف لك شو بدي اقول لك يعني هاي بدك سنة هيك تروح انت تقعد بينك وبين حالك تسأل حالة شو بلوك تسويه بحياتك تفتح لك دكانة بحل فلافل ما بعرف بس بعد هيك نوكاوت طيب تعلي علي قبليها شو هاي هاي صدمتني ماتيوس رومبتشكي طبع اسمه شون وودسون والكس فشأتها لا ما فشأتها دياغو فهيرا وماتيوس رومبتشكي قبليها شون وودسون صح هاي صدمة صدمة الدنيا كانت دياغو فهيرا عمره تسعة وتلاتين سنة ضد واحد وحش وحش كانت سجل له تسعة تقديش تسعة عشر واحد كانت سجل له اه انا طبعا ماتيوس رومبتشكي رومبتشكي ماتيوس صديقات مان عجل تجي пошли والتانية عجل Barker ادا الدياغو فهيرا كان اشي فاخر عالاخر اخذ اليها برفورممانس افو دينايت مش طبيعي اخذ اليها برفورمانس افو دينايت مش طبيعي بستاهل برفورمانس او لا كالوساقل Impossible اتنين برفورمانس افو دينايت اخذو تأكد پرفورمانس افو دينايت روامبتشكي وهادا و آه لا هو أخذها مين غيره ما أعرفش بس هو دفنت لأخذ بفرومان سيدنايت هلأ تخيلوا تخيل أنت واقف هيك قدام واحد واجه واحد خلع بيسبول بات في نص وجهك سبعين ألف مرة تخيل كيف شكلك بيصير وهذا روح وطلعوا على متايو الشربتشكي كيف صار شكله بعد الفايت شو هذا؟ ما أنه حاد السيارة كان حاد السيارة بوجه مش قادر يفتح هناه بس مش عارف شو أحكي لك ما أعرف خبرة يا أخي اسمع بس القتال الشغل الوحيد يعني الخبرة بتفيدك إلى مرحلة بس توصل أنت لمرحلة أن الخبرة بتكون مضرة خلاص أنه بتكون أنت أستهلكت بسنة 39 بالذات فاهم علي يعني أنت كلما تلعب فايت أنت عم بتسيب إشي من من نفسك بالكفص كان رومبتشكي ماينس 500 آآآآآآآآ ماينس 500 طيب وبشتغل في الاتحاد يعني 24 ساعة في اليوم طيب بدو ينقي معانا مع البرنامج هاد المرة الجاي طلع مصموح ينقي هو كمعلق اه اكيد اه اكيد اناك ما بينقي لا 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 ما هو اناك حر هو مشكلته هاي هاي بخليلك جبريلي نقي وازغلط لما انا اروح عليك بشهر 6 سمتايم بشنرشح لك اياه اظن ممنوعي نقي منسجل بعدين بعدين نمسك علي نستفز ها بس ما في حدا بالدني نقف يا ريفوز كمان كمان ما في حدا نقف يا ريفوز لا ولا حدا طيب بدو يبني مسيرته بالتعليق على ظهرنا هاد جبريل شكله ما بدك تدير بالك هلا هلأ سوف هي سيف ذو حدين في حدا عم بيحكي عن البرنامج اثناء التعليق هذا ايش جميل بس اسعب بحكي روح وشوفوا هادول الحمير شو حكه بس لما جمنا صح حكي انه والله جابوه صح ولا ما ارتبع لا يا امين اي خلا بعتل له حلو تسابلت له لك خلاص طيب يا جبريل ماشي يا جبريل بس والله بتعرف شو انا سمعت مقتصفات هدول تعون جبريل والله الصراحة اه شاطر شون موتسن والكس كسيرس مفيش اشي نحكي فيه قرار حكام واضح وصريح كسيرس فاز طارق قريبة مان التانية هشمو كسيرس ما فيش اي التالت كيف اعطوها لبوتسن في واحد اعطاها تسع وعشرين تمانية وعشرين واحد اعطاها تسع وعشرين تمانية وعشرين واحد اعطاها تلاتين سبعة وعشرين هاد تلاتين سبعة وعشرين هاد شارب ايشي هاد شارب ايشي بس تسع وعشرين تمانية وعشرين بفهمها لا ارجو احترها من غير تعليق التحدي اي واحد فيكم ارجو احترول فايت من غير تعليق أنا عم بحضر في الراوند الثاني كسيرس عم بيعلم عليه عم بيعلم عليه الثاني بعطيه عم بيعلم علم عليه طارق والمعلقين بالانجليزي لسه عم بحكوا على ووتسون على ووتسون رجعت حضرت بالأول وجديد كسيرس فاز الفايد وهذا الهومتاون تبع ووتسون وإذا بتلاحظ ووتسون كلما يتجي ضربة واحدة يعمل هيك ويطلع الجمهور ويعمل هيك زي كأنه فيجولي صار إشي مان ووتس كسيرس فاز الفايد مية بالمية عم بقول لك يا ارجع احضرها من غير الجمهور حلالا مش كتير عم بضغط انه احكي انه كسيرس فاز الفايد لانه يعني من كل اللي جبناه هم هاي وحدة جبناها صحفة عم ممرها جبناها صحفة حرام كسيرس فاز الفايد طارق بالله عليك ارجع احضروها وتركونا بالكومنتز تحت شو رأيكم احضروها من غير تعليق غير تعليق بالانجليزي انا شوفتها قريبة احضرو جبريله وبعلق عادي انا شوفتها قريبة يعني لو راحت لك سيرس ما كنتش حنصدم انا لا عبدا ما شوفته انا انصدمت احضر لي علي قبليها حدا ييجي يفهمني كيف ما اخد فايد كيف لعيب البيسبول اللي انتقل على الام ام اي بعد مسيرة كاملة بالبيسبول يدخل على الحلبة ضد روبيلس دي سبانيا او دي سبين حسب كيفكم تحكوها اللي عمر في حياته بخصر فايت مجمع نزلاته الخمسة اللي لعبهم ايمن دية الخمسة مع بعض اربعين ثانية او سبعة وثلاثين ثانية يعني واحد كل نزلاته في حياته بتخلص بثواني يلعب ضد واحد بلعب بيسبول وما يعرفش الصد ولا تيك داون وين المشكلة ولا تيك داون شوف لو ما عرف يصد تيك داونز فهمنا بس سترايكر هو قصلا كان هو بصغره يلعب تيك واندو جديد على اماميه كتير هو مين ديسباين اه اولمبي اه تيك واندو اولمبي اه بس مش اماميه جديد على اماميه اولمبيك اولمبيك سترايكر اه مش عارف انت تصيبه لو عم بيخليك تضربه يعني اكل ضرب ضربه سجل عليه اكتر من مرة اه مش عارف هاي انا هاي انا هاي واللي قبليها اكتر اتنين صضموني انا مش هيك انا نسم بدني هيك تعبت وانا بحضر فيها تعبت لانه مستني تقول ها هلا ها هلا هلا والدو كورتز اكوستا اخد اوكي استراتيجي ميحة بس جدا يعني بتزهق بس تاكي بس ما عمل اشي طارق ايمن في فايت اخدها في راود اخدها عشرة تمانية بس ما عمل اشي على الارض ما عمل اشي على الارض طارق ما عمل اشي ما عارف يسوي اشي جدا بتزهق الفايت كانت وهي المشكلة روبيلس حاكي قبليها انه استنوا لتشوفوني انا كيف على الارض انا شفنا او بلاش نشوف كما مرة لا ما في داعي نرجع نشوف انا قلت هاد نجم صاعد هيخلص عليه باول راوند هتشوف نوكاوت بتجنن تفتح المين كارد ويف خنقه خنقه رسمي هاي هاي جبناها غلط جدا هاي جبناها غلط جدا كل العالم ازن جبتها غلط هاي اللي قبليها بدي احكي فيها بس شوي لا اللي قبليها تنتين قبليها بوحدة انا بدي احكي فيها اللي قبليها غيرها انت احكي دعا ما سيستغرب منك تشيس هوبر وسلافا كلوز احنا قلنا سلافا كلوز انه بالسترايكينج سلافا كلوز خيالي و تشيس هوبر السرايكينج ثابعه تعيس ولما بنزع على الارض كل همه السبميشن ومش كثير مش هيك بيعرفش ما عنده الدبل لقما بتيجي معاه ما عنده ساتبس حلوين كان كان هذا الحكي كله و بورتشيف كثير قوي بالتاكدون ديفنس بالعادة هذا الحكي كله كان بس ما كان يتوقع انه تشيس هوبر بتجاب للأولى يخلعوا سترايكينجوا على الارض كيف يعني اسقطوا بالسترايكينج ايمن لما اسقطوا بالمصارعة ايمن بالتاكدون ما كان فيه ولا محاولة تخطع خبيط ليوم الخبيط انا عم بطلع هيك مين هذا هذا مش تشيس هوبر بلغ واو بلغ واو لا لا بالعمر بلغ واو تعرفه ما يدخن صوتك مرة واحدة هيك بتيجي ايو اما بقول لك شو صار بصوتك بيوم وليلة هذا اللي صار على اباطك او طلع لك شعر على اباطك طلع له شعر على اباطك جي سوبر صار زلمة هذا اللي حاولة فيش شي ايش غير هيك بيوم وليلة هيك تصير فيش شي اي منطق غير هيك تحكيه الزلمة مثل زلمة داخل على اليو سي ديش كان عمره 19-20 بلغ ضرب هش يامو سلافا كلوز عالارض ضرب زي كأنه ماك الحلال ابو اوكي بالاخر خلصها برابو بس انا كان عندي بس خلصها بس بس الصراحة ما عمل تاب لا لا عمل تاب عمل تاب واضحة بدك يعمل هيك هاد اشي برجعلك ما عمل تاب عمل تاب طارق عمله لا لا اسس عليها ما عمل تاب انا برأي يعمل تاب ولو ما عمل تاب هيك ولو ما عمل تاب هيك تحط ايدك عجسمه ولو ما عمل تاب كانت حتخلص ها بس تعرف شو ضرب وضرب لما قالي حين تعرف اي المشكلة عندي انا تدخلوا تعالحة الحربة تاكل كتلي اول راون شو بتحكي بيركم وين حارك يلا نضبط الراوند التاني اكلنا كتلي بس رح نردها تيجي انت الراوند التاني ينزلك وتاكل كتلي وانت بتنازع وانت ممزوعة وكلك وكلك مضروب كله هذا الفاضي ما تطلع كله انه مجهود الفاضي شفت الهيمة تومة اللي طلعت عراسه طلع له راسه عراسه طلع له راسه عراسه هاي الكلبة حكاها جبريل طلع له راسه في راسه عجبتني بوف شي سوبر والله شي سوبر هلأ صار سفايز على نيك فيوري وجوردن ليفت وهلأ صلافا كلوس هلأ لسه بدوقت 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 بس هدول تلاتة حلوين تعرفين تعطيه 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 ترنس باكني نفس اه نفس الستاندرد طيب لابليها بس عالسريه قبل ما ننط على الإيفنت الأسبوع الجاي ريبوفيتش كيف استعبان كيف من أحلى النوكاوت ب2024 من أحلى النوكاوت أحلى الهيدكيك هي بتحط على نفس مستوى الهيدكيك تبعا تجيت شي ضد بوريا نفس المستوى نفس الستايل كيف ما أخذ عليها بونس هاي ما بعرف ما بعرف احضروا هاي الفايت 37 ثانية من الجولة ريبوفيتش حط كي او على ترنس ميكيني في الجولة الأولى 37 ثانية مش بس ديمه خلاه يحكي محاله حرفيا حط ظهره على كي جيكسور يحكي محاله يحلم شفقت عليه شفقت عليه كتير لما ينزلوا على القفص يضلوا ظهره كيك وانت مغمى عليك كتير عاطلة انه ما بحكيك محاله كان لانه الكنيكشن بوينتز كانوا كتار عيما يا الله ما عطلها كانت ايدته كل راسه مش بتاعش مشكلة كل خسارة لترنس ميكيني حطها هيك على ريل احلم نكوات في تاريخ ليوفسي بايسيكلي هو مهزلي بايسيكلي هو مهزلي بايسيكلي انت عم بتقول انه ترنس مكيني مصخرة وانا اتفك معك ما بفكر ما بفكر للأسف طيب يعني اسلوبه بالقفص زي اسلوب بكلي على المايك طيب تعالي على الإفنت تبع الأسبوع الجاي اوليح لازم نعتذر منكم جمهورنا انه عن جد بزات في اليوتيوب اسمحونا يعني كانت هذا وخلص صار اللي صار خلاص رجع ايمن رجع عمو ايمن هلا كل شي تمام ارف رجع الارف بغيب عنه تلت اسمية تقريبا شهر هيك المعاملة رجع سمت البدل هيك المعاملة رجع البومة هيك المعاملة بومة هيك المعاملة طيب طيب بومة يلا حكي لي ماشو وين عاملينه الإفنت الجايات اولي كمان الإيبكس طيب هلا إيبكس عنا الإفنت الجايب الـ UFC إيبكس يوم السابت اول احد توقيتنا 18.5 19.5 توقيتنا أدسون بربوزا ضد ليرون ميرفي ليرون ميرفي undefeated في كل سجل له 13.0 سجل له 13.0 أشوف انت صاراته هلأ شو المشكلة أه decision split decision split ودسيجنز يعني أيمن عم بيخدهم بطلوع الروح روح يحضر الفايتس آه آه فاز على زبيرا ما تنسى زبيرا زفت زبيرا ساكس فاز على هيكاردو أو ريكاردو راموس آه أيمن كل انت صاراته بطلوع الروح آه أنا كنت حابة أشوفه ضدان إيجي صراحة كنت حابة أشوفه ضدان إيجي إيجي بفوز عليه تكنسلت بعرف undefeated على وين المشكلة وين المشكلة أول شي مش مش جديد على اليو اف سي يعني أربع خمسة فايتس عنده اليو اف سي ما صار عنده خبر على اليو اف سي بس مش هاي المشكلة مشكلة ما عندوش خبرة أدسن بربوزا يكون مين إفنت حامل الكرت على على ظهره آه فهي بتلعب دور كم مين إفنت أدسن بربوزا لعب أو كومين إفنت مان لعب كومين في أبوظبي كومين في أبوظبي ضد فلدر كانت ضد فلدر صح ضد فلدر فلدر صح ف لعب ضد حبيب لعب ضد حبيب نور ماغو ميدوف لعب ضد حبيب مع أنه أكر كتله بس تسجن برضو ما تنسوا بس برضو من بدي ياك شغلي يعني عم بحطوه مع ناس عندهم سجلات حلوة كتير من آخر واحد لا مع 11 واحد 11 صفر كان سجلوه بدي أحكي لك شغلي أنا رأيي شخصي وهي أنا أتوقع أثيك أنه نختلف فيها إذا بتقارن أنت نزالات لرون ميرفي حلو بدون استثناء من عند UFC 242 من عند زبيرة هاموس داغلس دي سيلفا داغلس دي سيلفا مان أمير خاني اللي هو فيش حدف العالم فيش حدف العالم فيش حدف العالم بفسش عليه بس داغلس دي سيلفا داغلس دي سيلفا بطلع الروح إذا بتشوف كل فايتاته أيمن كل ستايله كل أسلوبه الركلات المدافع عن الإنزال الإخضاع قارن ليه بصديق اليوسف صديق يوسف آخر مقاتل فاز عليه باربوسا صديق يوسف دعم بالأمي مماث لا استنى شوي صديق يوسف صديق يوسف كسترايكر أحسن منه أحسن منه ولكن كباور كدفنسيف سترايكر وكبودي شوت مش أحسن منه كباور أقوى منه آه بس IQ دفنسيف لهذا أشتر تشيد عنده رائع غزفت زبالة صديق صديق آه بعندوش تشين البوكس بناه زبالة صح باستثناء لتشين أنا بشوف أن الصديق أحسن منه في كل بحل لا بقيت سنفاز على صديق لا لا ما بفق ما بفق ابدا ما هنطلع آخر تنين فاز عليه هم كانوا صفار مين ليرون ها ليرون ليرون لين شو عارفت تحكي اسمه ليرون شو حارف ليرون ليران ليرون طلع الناس اللي حطينه ضده يعني أبطال صاعدة مين ليرون ما عطينه ناس سجلاتهم ولا خسارة وفاز عليهم مع أنه أوكي ديسيجنز وهيك بس فاز عليهم أمير خاني بعد جيبريل سانتوس كان عشرة صفر مان فاز عليه جوشوا كوليباو جوش كوليباو كان 11 واحد آه بس بينها كلهم كانوا جداد على اليو افسي وسجلاتهم يعني بربوزة جوش كوليباو مش جديد على اليو افسي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ستة فايتس ستة اوكي معمي اللعب تعال تعال نشوف جوش كوليبا استنى شوكي تعال نشوف آخر فايت له تعال نشوف جوش كوليبا نطلع عن الموضوع خسر من داني سيلفا بعد بخسر من ليرون مع باكدزريين فاز فاز على شوي سانجو خسر من جيلين تيرنر اوكي تعادل مع شارلس جوchselدن لن Sega يعني ما فيش اسم ما فيش اسم من اللي فاز عليهم ينحكى فيهم مين داني سيلفا تعرف مين هو داني سيلفا مين داني سيلفا معرفين داني سيلفا تعرف اش مين داني سيلفا تعرفين ميلسك باكدزريين باكدزريان اللي بعرفو بس 99 من الانس بيعرفوش مين هو شايلان نورندل نوننبكي هلا احنا بنعرف لما حطوك مع جيلين تيرنر معاك شوف ادسون من ناحية خبرة من ناحية ادسون احسن احلى احلى الركلات احلى مش احسن في كل اليو اف سي معاك اجملهم اجملهم وعندو رحطوا ريلز لأحمد الحياة ولما نزل فاذر ويت قوته الدفاعية صارت كثير احسن من مكانته هو لازم فاذر ويت من اول فبقى اتوقع انه لرون يعرف يعمل يدمر له ساكو بالليككس انا شوف انا شخصيا كتير بحب بربوزة مش شوي رهيب بربوزة كتير ان احنا الرياضة محترم عندو مهارات جدا عالية بس لرون مرفي بقدرش انا حيضده ليش شفت هيك اشي فيه شفت اشي فيه انسى انسى هاد الحكي هيتحس فيها زي ما حسينا هلأ بولدو كورتز اكوستا مع روبيلس مرضو اندفيتد ومرضو عم بلعب مع واحد مش واو وشوف شو صار فيه اتسن باربوزة تي كي او في الثانية او الثالثة لرون مرفي لرون حيطلقا درس ما ينسهوش ان شاء الله بس لرون مرفي حياخدها طي اللي قابليها شوف دفاعيا عن الفي تي كداون باربوزة اقوى ركلات تبعون باربوزة لا يعلع عليهم الملاكة بتاعته احسن لو فاز باربوزة تركي الحفوز بودي كيك وتذكرني اه ممكن بودي كيك اه ممكن طي رجع لي على بليها بالله سؤال لرون لرون ساثبو لرون ساثبو لرون عشان نشوف اذا البودي كيك تاعتك تكون في محلها نشوف اذا البودي كيك تاعتك تكون في محلها لرون ساثبو مش نبين عندي منعرفه منرجع لها طي كيوس ويليامز كارلستن هارس كيوس ويليامز من عديش صلو مش لاعب كتير بلعب سنة وبغيب صلو سنة بلعب مرة وبغيب اخر مرة غاب بيش راح فتح محل جاج مألي لا فتح ايش يريد ستيت اللي هو عقار عقار جاج مألي وعقار نفس الشي فرايد تشيكن عقار شو فرعت معك وين عايش مريخ انت يا زلم خاوي خسر من جراح سلاو اول جولة خسر يعني مش نعا كانت الخسارة تعته من جراح بس اجا وزبط وحبه دينا وايت وحطه بال وزبط وزبط اوكي خسر بس شوفوا من مين خسر من اللي محد اللي كل حدا بخسر منه هو شفكت بس عمل مديح بالتاكدان لا لا اكلكتلي كانت ويل كيك صح بس خسارته الوحيد واليو افسي من شفكت قبلها كان فايز تنتين وربعات ورجع بعدها بعد شفكت فايز تنتين وربعات ومن اللي فايزهم جارد جودن وجرامايا ويلز اسامي مرتبة يعني هلأ كيوس ويليمز ونتصر على ونتصر على كريشتين اغويرا عنده مهارات عالية عنده مهارات منيحة بس كبير والسن اول شي ديش صار عمل هلأ كارسون 36 كارسون هشوف لك بديش صار بدي يكون 35 اشي هيك كارسون هلأ 36 36 هلأ كيوس ويليمز وين المشكلة يا زرام مر 2023 بشهر 5 قبل سنة بالزبط عم ببيع جهاج يا زرام بعدين معاك خلينا اكمل يا زرامي السطر ب21 حبة وقبليها مرة ب22 خسارة ضد راندي براون اه اوكي ما في مشكلة تخسر من راندي براون قبليها 2021 تخيل سنة مرة مرة بسنة فاز ضد ميجيل بايزة حلو اوكي وقبليها فازة ماتيو سامنز بورغر برضله 2021 تنتيم 2021 2021 2023 سامنز بورغر خلصه صح لا decision decision بس مانا ستايله غريب برمي بطريقة انه يعني بترك حاله مفتوح completely يعني برمي يعني ما بدافع بعد ما يرمي بدافع عبل ما يرمي بس بعد ما يرمي كله بيكون بس مان عنده كي اوز عنده كي اوز من احد كي اوز في كل UFC خلع شو اسمه عبد الرزاء الحسن كي او بتلاتين ثانية تسوى عمرك عنده باور زيه زي باكلي كتير بقى ربع بقى انا كنت ارخبت بناتهم بس الغياب ضد واحد عنده خبرة كالسون هارس لازم رأيه كالسون هارس يفوز لازم رأيه كالسون هارس يفوز ما فيك تغيب تفتح محل تروح تبيع تزبط تلبس بدلة تروح الشغل ترجع تصير مقاتل مين بلبس بدلة يازل ما هو ببيع جاج بس ما بخطك على راسك كوسلو زيادة مع بطاطا ولا بدون طب سبايسي فرايز كالسون هارس تيكداون ما اتوقع عيدا لدافع عن التيكداون زي منوف كالسون هارس معاك انا فيها هاي وقرابلين تبع كاسن رهيب بتتفقش معاي ايذة كبوسها لانه واحد فينا يطلع صح اللي قالها ده خلينا نسكته عم بفضحنا على التلفزيون طيب طيب عنا رامز براهيماج ضد تيمبا قوريمبو تيمبا قوريمبو رامز براهيماج تعرف مين رامز براهيماج بادي بادي تت تت مع سلوادي الشغلة الوحيدة اللي انا بتذكرها من رامز براهيماج دانو لما دانو ما كانتش ملتسقة براسو لما كان راسو هون ودانو هلاك نص الفايت هاي ودي يكمل كان هاي شو بدك فيها دان يعني بيبيا تيجي بتروح دان كلها دان بس صحبت ذكرتها لأهو عبدالكريمس الوادي رابع هاي حتكون فايت حلوة تيمبا قوريمبا تيمبا قوريمبول اللي فيكم بعرفش انا هاي بتعرفش انا بحب انا قصص المقاتلين اللي فيها فيها اشي هذا كان نايم في الشارع رسمي كل حدا كان نايم في الشارع لا هذا كان نايم في الشارع رسمي ولما كان عم بتدرب كان في اي كي اي لا مش في اي كي اي في التيم اللي فيه كولبي كوفينجتون نسيت شو اسمه نسيت اسم الكوتش في فلوريدا كولبي كان عم بيجيب له الاكل تبعه لا بيت لا سيارة لا أكل ولا درهم مهاجر من إفريقيا من ون هو كاميرون مش كاميرون من ون هو تنبق المبور كاميرون لا مش كاميرون بشوف العلم بس بلخبط فيه دائما العلمهم المهم الشباب بالنادي عم بتبرعوله بالأكل سوري بعرفش العلم هاد بلخبط فيه دائما أنا شايف العلم بس مش عارف جاوبك زمبابوي زمبابوي اللي كان اسمها روديجا قصة ثانية أنا زمعه بالجغرافيا وكشورلات مين سمع القصة ومين سمع عنه بعد أول انتصار طلعوا حكا عن المعاناة اللي هو كان عم بيعانيها لأنه أخد وديش كان هو يعني سعيد لأنه أخد بونس وديش هاد حيغير حياته فحكا في الحلبة مين سمع القصة دراك دوين دراكزون شو عمل قال له تعال عندي على البيت جابه على البيت في السيارة صافة برة قال له هاده ودخل وقال له أنا أنا سمعت أسطك وأسطك كتير حلوة قال له شايف هذا البيت هاده إلك أعطاه بيته سيارة فهذا الزلم يراح من ولا إشي لهلأ إنه أوكي ما صارش مليونير ما صارش هذا بس صار عنده بيت ملكه صار عنده سيارة طب هات ناكي وسطنا للذروكي صار عنده القدرة إنه إنه يأكل زي الناس يتمرن زي الناس فأتوقع إنه هذا يكون هو يعني في ذروة الجوع تبعه إنه بدوش يضيع منه كل هذا فأنا بقول لك تنبي غوريمبو بس خسر من إيجي فلتشر بس إيجي فلتشر إنت شفت شو عامل في شو اسمه مع إيجي فلتشر رهيب كان كونتندر يعني شو كان اسمه عشي وراهيماج خسر من كورت مكي إذا ما بتقدر تفوز ع كورت مكي هاي مشكلة غوريمبو غوريمبو رح يفوز للأسف ليش 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 أهل بحب أنا إبراهيماجي يا ظلم ليش بحبه عشان صاحبي مع سلوادي واسمه رامز صاحبي اسمه رامز لا أنا ما سوري يا صاحبي ما مش شايفها لا لا معاك هاي را هاي لغوريمبو هاي لغوريمبو هاي لغوريمبو هاي لغوريمبو أوكي فايت حلوة اتنين صاعدين مش كتير أسامة كبيرة يعني قصط لغوريمبو انشهرت بسبب الراك بس غير هيك ولا إيشي لابليها إدريان يانز رح يشرش تشحه رح يبهدله لفينيشي إسلبادور إيش صار مع إدريان يانز ما بعرف يا أخي طلعه بس كلهم خسرتين اللي خسرهم مين آخر خسرتين جوناثن مارتينز مارتينز و روب فونت وروب فونت أسامي منيح يعني مارتينز اسم كبير فونت اسم كتير كبير تروح أنت من هاي الإفنتات لاب مين إفنت أول فايت في الليلة على إيبكس كارد ضد واحد بس اسمع تنيناتهم زبالي لا تنيناتهم اسمع تنيناتهم خسرتين واربعات فسوش حكي زبالي سوري ما أصدقش أنه هو كشخص زبالي أنا أصدق أنه هو كستايل قتال تبعه تعيس طارق تنيناتهم خسرتين واربعات آه بس خسارات يانز من مين لا من من سي جي فرقارا ومن فيكتر إيشي عم بحكي لك أنا يانز خسارات يانز فونت و أوكي هدا خساراته مين أوكي يا أخي بس عم بقولك اللي رح يخسر هلا كما مرة في فرصة ينكحاش عم بقولك هيا رح تكون حرب ورح تشوف إيدلن يانز بفوز فينيش السالفادور رح يتمزع أنا مش مصدق قديش هم عم بحاولوا يساعدوا يانز أوكي يعني واضحة ما تقولي إنه هم مش عم بحاولوا يرجعوا يبنونه مع نوياته أوكي إنهم يحاولوا يرجعوا يبنوا الكونفدنس إنهم كانوا يحبوه بذكر أنت يانز كان أنا خايفة وافي معاك يطلع لنا جبريل هلا نصف الفاتح يحكي إنه أيما طار حكا بده يتبهد هل يروح يجيب له لا ما رح يتبهد يا سالفادور حكا أنا بقولك إيدرين يانز بيهلم عدم إيدرين يانز تي كيو إيدرين كيو كيو طيب وغير هيك أنجلة هيل أظن رح تاخدها من لوانا أنجلة هيل أكتر مقاتل وتوم نولن بياخدها من فيكتر مارتينز أنجلة هيل أكتر مقاتل في اليو أف سي سواء كان سيدات أو رجال سجلهم ما بيحكي قصتهم هاي اللي بنت حظها مع الحكام مع القضاء مش طبيعي كل خساراتها اللي قررت حكام كانت فيزاهم كلهم مضبوط كلهم كانت فيزاهم مضبوط ثلاثة أربعة وراء بعض كتير زبالي كتير زبالي سرعة المشكلة إنه حظها مثل الزف مرات بتكون قريبة بتمشيها يعني فايتها مع شو اسمها مع قديلة صاري وات واللي بعديها شو كان اسمها ما كل فايتاتها اللي بتخسرهم قرار حكام ما بتكون والله إنه قريبة وخسرت بتكون هي فائزة ثلاث جولات وبيعطوها للبنت التانية فأنا بشفق عليها لأنجلة هلم من ناحية سجلها سجلها ما بيحكي قصتها مضبوط معاك أنا مية بمية شاطر البنت العيبة مية بمية وطوم نولن مشكلته من طوم نولن كان سجله حلو ونظيف و أوكي فيه كان بس من مين خسر بعدين مين آخر آخر فايت موتا آمن نيكرو اسمع دير بالك موتا موتا تعيس موتا كتير تغير لما رجع ما تنسى إنه انه انفصل تعيس أيمن آخر أداء له رهيب ما فيك عداء واحد تحكي هلا بتشوف خلنا نشوف هلا لسه بشوي انت حكيت على واحد من أداء واحد على لأن سني سميث بتقولي من آخر أداء أوكي شمعنا لا 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 ندخل للم موضوع هانتني سميث مان لا هلا حكيت وعنده فوز وعنده فوز وعنده خسارة خسارة فوز خسارة خسارة مين كمان عهد الكارد أنا صدمني إنه عهد الكارد وبهاي النسبة في هذا الترتيب أبوس إيدك أبوس أبوس ماغوميدوف ضد ولي ألفز أبوس أنا برأيي مش مقاتل قوي زي ما توقعنا كلنا من أول جيته ولكن عنده كفاية إنه يخلص على ولي ألفز لو ما خلص على ولي ألفز هيفصلوه ولكن براشر فايتر مش بالميدلويت بالويلترويت صغير على الفئة لو ما خلص وورلي ألفز هيفصلوه ما هي عاستوين أبوس إيدك أبوس بعد خسارته من سريكلن مع مين لعب لا هلا بشوف لك مع مين لعب هاتلا تشوف أبوس ماغوميدوف عباس محمدوف آه هو عباس محمدوف خسر من كايو بهايو بس أوكي كايو بهايو undefeated وشون سريكلن وربعض ورصباح لازم يفوز على أوكي بش هيفصلوه أوكي بش هيفصلوه بعد تكتبولوش تكتبولي بس لازم يفوز بس ولي ألفز خسرنا الثلاثة وربعض وورلي ألفز جرامايا ويلز ودولبي وإكرامة لسكايروف صالة عمرو 37 سنة ها الدرس عن عمرو هلأ وورلي ألفز 37 ثمانية ثلاثين بده يكون هيك إشي لا 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 وورلي ألفز ده لا أصغر من هيك هاتلنشو بده يكون 37 من لا لا مستحيل مستحيل لا من صغير 33 عمرو معقول موريد ال91 يا زرامي معقول اه لا توقعته أكر من هيك لا 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 أنا بتذكر فايتو مع مونير لزاز بودي كيكس بخوف بخوف مع أنه هو جرابلر لا لا عنده بودي كيكس بس هو جرابلر أيمن إذا جوجيتسو كاي طارق عنده 14 وين كيو كم واحدة سبشتة بس هي إذا هي إذا جرابلر بس بنا لعبته ما بعرف أبوس لازم يفوزه أبوس لازم يفوزه أنا أظن أنا برأي يقول لي أحسن بيولترويت أنا أبقول بنحكيش إحنا في البريلب عشان بلاش وفيه كمان فيه كمان استغربت من محلهم في الكارت في البطاقة في عمر ساي ألقوا نظرة عليه هذا undefeated 9-0 من undefeated 9-0 هذا رح يكون آخر فايت بال بريلم بالبريلم هذا من هيدبيوت تحته هذا كان ب كيس دابليو أوكي undefeated وبعدين لعب واحدة بكيسي كي أو أف ولا كيسي أكي إيشي أف وان كي أف سي عند الأول عند محل الريل ستيت وبعدين 2023 و2024 أربعة فايتس وربع عدد كلهم كينسلت إما كلابر سيلوفا ماذكت كينسلت ودخل عيو ودخل عيو بعد الأربعة وأول فايته rooting توこ توكوس مين مين توكوس فيهم توكو توكوس من لندن يا أخوي أه بس مين gy味 توكوس في الفايت و 거예요 Can be f juice في الفايت شو توكوس من توكوس في الفايت مين توكوس مين مين ضلب مين فاز عمر ساي ترى الديبيوت ومعظم الناس بيخسلوها لا لا اسألنا شوي اتناتهم ديبيوت تبعهم اه اتناتهم اوكي فكرت انا تسألي مين رأيك حاجة لا لا انا فكرتك انه قلت له لعب مع توكوس توكوس اظن اتناتهم ديبيوت مش مهم اتناتهم ديبيوت واحد نين زيرو واحد تن تري بس عمر ساي خلي عينك عليه اسمع هالاحصائية نين زيرو اوكي اربع كي اوز وثلاثة سامنشلز بش مان ضمي مان بتقوليش نين زيرو اربع بنا لو لوحلت على صف على صف ابني ممكن اسجل تنين وثلاثين سجل صفر كلهم كي اوز هو تعرف شو لأول مرة معاكها مطبخين اخر واحد لعب معا كانت سجله ستة وشرين سبعة عشر تفضل والابلية تسعة عشر تمانية تفضل الابلية تمانية اتنين اوكي بس الابلية اسمع تين سفر خمسة سفر 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 واحد سفر 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 سيبك مان هاي السجلات اللي بتحكيش يجي هاي السجلات المطبوخة حضرتله هاي لوحلت حتتطله شوي متحمس عليه بديها شو شو يسوي بالعب معا كمان واحد دبي يبنو جا عم نحكي فيه بعد سنة نشوف ازا بعده في اليوم وثانين سنة خلينا نشوف فرنسي يحبو يبنو اسامي فرنسية السوق الفرنسي مهم بس بعد اللي عملوا فيهم زلمتك فلمهم التنين الفرنسيين سيريقان سيريقان وبعدين بنواء بنواء سيدنين اجوا يكحلوها عموها زعيم السوق دخلوا سهم من الحارب من الحارب مثلنا دول مسكوا السوق الفرنسي دخلوه في الحيط ولكن برجع بعيدها اجمل جمهور اشوفه لازم نروح على ايفنت في فرنسا اي شوف اي محل فيه القدم اشي كبير رح تلاقي جماهير حلوة لو تروح على اسبانيا هلا شو شو هيسيب الجمهور بحاول يعملو اسبانيا هلا بس اول فايت لتوبوريا بس بطلع انو اسبانيا طلع اسبانيا فيه كتير شغلات صعبة حكوميا مع عمالاتك تعملها لتتضبط هيك بنت طرح شاوي زعيمة بتمشي تخافش فرنسا حلو اسبانيا حلوي طالع حلو هدول الماركتز حلوين من حلوين انا اتكاه يعني شوف قديش احنا منحضر النزالات ما في شعور انت يعني بتستشعره من الشاشة زي اللي انا حسيت فيه يوم الفايت تبع تبع بارس شوف شو هيسير تذكر كلامي شوف الجمهور شو هيسير فيه بمانشستر وتذكر لا الجمهور البريطاني معروف دائما ما جنين ما اعلنوش من المين ايبنت ولا اعلنوا لسه لسه حطو سهت لنشوف حطو اشي هاي مهمة بصراحة لو ما اعطوهاش لبلال انا ايش هتسوي هحتج بح تقدر بازق بالحات هحتج هحتج وحاجج وحستنكر تخيل التلاتة مع بعض UFC 304 صح هو هتلا نشوف UFC 304 يا سيد العزيز ما عندي شي لسه في يعني شعات بجوز انه اسبنال اكيد حيحطو بعدي مية بالمية جون انك حاطت تويت flight booked for manchester england see you there بوليبي انه حجزنا التذقرة على بريطانيا خلشوفك ناك يا بلال بعرفش اذا هو عم بيحاول شهر سبعة صح اه شهر سبعة شهر سبعة لو اهي لكم يا جمهوري يا جمهورنا لو اعطوها لبلال انا رايح اخر سبعة لو اعطوها لبلال انا رايح تعزمني لا بمصاري مفيش تعزمني بس اذا بتيجي اذا باع عندك بانا تعال انا رايح لو اعطوها لبلال انا رايح مش رح اخسر فرصة اني اشوف بلالة محمد يفوز بطولة العالم ولقب الولترويت في ال UFC لانه حيفوز حبيبي بجدارة اول ما يحطوا عليها راح يباع تيكتات خلال ديت يعني مش رايح احنا مش بحاجة نشتري تيكتات اه صح ومو احنا اكبر من ايك طب خلاص ستارز بجدو بتحكي يلو ستارز احنا ايه اوكي حندفع التساكر حنسافر بس هنروح ليش تفاصل مش شي عصير انت تارز احنا شوي دلبسها شوي احنا راحين عالسعودية هلأ وفي غير كان حبيبك حسل متل حسلش كل طيب ايه خلصنا والله حطينا الابنتين بساعة الحمد لله مش ابنت برقم لا طولنا اكتر من ساعة ما نحن ساعة ساعة وربع ساعة اول شي لو سمحتوا اضربونا لايك على الفيديو اصحنت احتر على يوتيوب هاي اول شي تاني شي لو سمحتوا خدوا دايتين من وقتكم تركونا تعليق حلو على زوقكم على سبوتيفاي بارح ماشي بهال بشوف الاكاونت طبعا على سبوتيفاي بشيغل خمسين او ستين ركومندي ريفيو والله حرام عليكم اربع ستين انا تروح هيك تعليق حلو قدر حتكم مع مزاجكم يكون خمس نجون طبعا ضروري وغير هيك لا تنسوا تعملوا سبسكرايب لستارس بلاي زي حابين تحضروا كل الاحداث المرقمة وغير المرقمة وتستعملوا كود هوشي ام ام اي تلاتين كلمة واحدة اتش او اس اتش اي اتش ام ام اي تلاتين عشان يطلعكم تلاتين بمية خصم على الاشتراك السنوي بستارس بلاي اعطيكم العافية ونشوفكم يوم التنين الجاي سلامة peace